مرحبا سيوف أبو الخماعة رجلك هنا صارت عظمي اريدنا اكل رقبس أخب تيفو يعني سيف طبيب سنان وكل ما اريدناه كله لا تيفو معرف شنو بصدق مكانكم خالح ماذا يا أمو ايه دايب انا رح تريق للعيد سؤال وجواب اكشن حياكم الله شباب بعد 5000 مشترك حددنا مواعيد انه تنزل بيها الفلوغات واليوم اول فلوغ بالمواعيد مالتنا حددناها كل يوم جمعة ساعة 10 بالليل واليوم اول فلوغ بعد 5000 مبلش فلوغنا اول شي بالاسئلة والاجوبة اللي كتبتونا اياها على الانستجرام وعلى السناب شات نبلش باول سؤال من احمد الزيدي منو مثلك الاعلى بالحياة ومنو مثلك الاعلى باليوتيوب وشن الحكم اللي تؤمن بيها مثل الاعلى بالحياة هو والدي الله يحفظ اليه ومثل الاعلى باليوتيوب ما عندي مثل اعلى باليوتيوب لانه اكدو وايوتييبرز اني متابعهم من بلشت باليوتيوب حبيت اكون امثل نفسي فما عندي احد باليوتيوب شنو الحكمة اللي تؤمن بيها طبعا الحكمة اللي يؤمن بيها اللي هي رحلة الالف ميل تبدأ بخطوة سؤال لاخ هل غاب عندك شخص غالي زمان وهسه حاب تشوفه ايه طبعا والدتي صار لي فترة ما شايفها تقريبا ثلاثة شهر او اربعة فكلش مشتاقلها او اريد اشوفها ان شاء الله رح تجينا قريبا سؤال لاخ شنو اسمه هدف بحياتك اسمه هدف بحياتي اريد اكون صاحب بصمة بهذه الدنيا انه ينذكر اسمي بيها يعني انه اترك اثر ايجابي اثر حلو وبهذه الدنيا حتى انه ينذكر بعدين اسمي بيهاو ان شاء الله رح اوصل لهذا الشي سؤال لو بيدك تغير شي بالحياة شنو راح تغير اكيد راح اغير الوضع الامني اللي موجود بالوطن العربي هسه واللي دي يصير وخاصة بلد العراق سؤال انت شنو مخلص دراسة انا مخلص هندسة حاسبات ومعلومات هي سؤال لاخ مجالي اليوتيوب شنو اضاف اليك طبعا احلى شي باليوتيوب اللي خلاني انه اتعرف على ناس جدد وصار عندي جمهور وصار عندي اصدقاء وصار عندي اصحابي يعني نقدر نقول صارت عندي عائلة باليوتيوب فهذا احلى شي صار لي باليوتيوب سؤال لاخي يقول لو كانت حياتك كتاب شنو راح يكون عنوانه طبعا لو كانت حياتي كتاب راح يكون عنوانه لا حياة بلا طموح لازم كل واحد يكون عنده طموح ولازم كل واحد يسعى له تحقيق طموحه شنو اضافت اليك مدينة سامره طبعا مدينة سامره انا عشت بيها لحد 18 سنة فخلال هاي الكم سنة انه انا دراسة فقط دراسة دراسة فما شفت شي كلش من المدينة وكان وضع عملي كلش مزين بديتش السنوات فما شفت شي من سامره بعدها طلعت السورية سبع سنوات وراها اجيت ثلاث سنوات ببغداد وبعدها صار لثلاث سنوات هنا فما شفت شي من مدينة سامره بس اقدر اقول هي مدينتي وهي يعني بيتي وهي مدينة الام انه ربتني وتعلمت منها كل شي زين تعليق على نفس البوست هو مو سؤال من عنود عنود يمكن هيتش اسم انا ما عندي سؤال هو تعليق بسيط انت شخص متواضع ورغم انك احد المشاهير لا بعد ما وصلنا للشهرة الا انك تتعامل مع الكل بالاحترام بالاضافة الى انه انت قريب للناس وتعيش معاهم الفرحة والحزن بالشدة والرخاء الحمدلله على هذا الشي وطبعا لازم كل واحد يكون هيتشي سؤال من غيث يقول اذا تحب العاب الجايمينج ليش ما تنزل فيديوهات العاب انا كلش مو من هوات الجايمينج ولا احب الالعاب فلذلك مرة حنزل الالعاب بس احب الالعاب فيفا وهي احمد اللي هو ورا الكاميرا دي يصورني هسه وعندي تحديوية ارجع وشوفوه بالفلوقات السابقة سؤال يقول اكثر شي تحب تسويه بيومك غير التصوير اكثر شي احبه غير التصوير هو شغلي بصراحة سؤال لاخ اذا وصلت مليون متابع شنو راح تسوي المتابعينك خلي نوصل مليون متابع وبعدين يشوف ش راح نسوي وان شاء الله نوصل بدعمكم وتواصلكم وياي راح نوصل ووعد واذكركم بيه سؤال لاخ يقول شنو احلى شي بحياتك حاليا حاليا احلى شي بحياتي هي بنتي الله يخليها الي ويرزقكم يا ربي بذرية صالحة يا رب وتشوفون اش قد الابوه حلوه واش قد الظنه حلوه وغالي طبعا هذا كان اخر سؤال شكرا على اسئلتكم تركوا لي اسئلة بالكومنتات اللي عنده سؤال وجاوبكم حلقة اللغ خلينا نبلش فلوغنا بشكل طبيعي هسه يلا يا باشلونكم مشتاقين نبلش فلوغنا اليوم ليلة 27 يا رب المغفرة للكل ويتقبل صيامنا وصيامكم يا رب ويحسن اعمالكم يا ربي ليلة 27 ليلة خير حتى اليوم تجو شوية غير راح اليوم نطلع نروح نشوف وين ممكن نروح للقلعة والإسكان او الروح كافية ما عرفت انتظر سيفي العجيلي يمكن تذكروا اللي قال لكم شنو معنات خميعة ابو الصداع ايه هو نفسه راح يجهسه راح نروح نطلع ويا فخلينا نبلش الفلوغ والصلاة على محمد يا الله هيا ايجا هذا ابو الرقة يموت على البيتل قالوا بثنين وهي الثالثة بس ما pattنا راح نصعد هيا صداق والله ماادري ثنين التنة أطوال حلا شيفحق ابو الأخماعة ايه بواي شيفحق ابو الأخماعة تذكروه هنا مضبوط ايه حرفوها هاا ترى ايه أحمد شون الورع امك الوضع ما شالله مايباخ صعد نو بيتو بس رجلك هناك صارحة بحضني although شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة سنرى هذه القهوة سنذهب إلى هنا ونرى مكان ما رأيك سيوك؟ هذا المكان الذي قمت بها فلوغ عن قلعة أربيل سنرى هذه الناخرات التي قمنا بها لكنها في الليل قمت بها سيوك 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 أحسنت جيدة وفيفية في القلعة الخرافية هذه النفورات ومعنا نقوم هذه الأقدم مقهى الله خير موسيقى 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 طبعا نجينا الى هذا المكان كلاهش حلو ما خسران ونجينا هو اول ما جانس هيف اتفقنا ان نجي لهذا المكان والحمد لله طلعت المكان ويأتي كلاهش حلوة مخسرانين وهم بنفس الوقت نشوفكم الأجواء هنا قبل ما يخلص رمضان قلنا لكم اليوم ليلة سبا وعشرين فقبل ما يخلص رمضان اجينا نشوفكم الأجواء لأنه عددكم اللي أشوفكم وصدق مكانكم خالق نهاية مشبارنا اليوم اجينا نتسحر بصادر الريف نهاية مشبارنا اليوم بوفيزين لعيونكم مكانكم خالي حتى ثلاثة مكلمين لا مرتبين مالغنى مالغنى قد جينا نتسحر لا نشوفه لا نشوفه سيوفه لا رح تريق منه السلما أنا رح تريق للعيد مالغنى نتريق مالعيد مكانكم خالي يلا دوسوا وينا محزومين مالغنى نتسحر شباب السحور في كي ترد الريوغ حصري الريوغ يولا تريقنا للعيد والفطور مالبخرى همين ريوغ فطور للعيد عاش تجيلك سيوفه على هذا المخترف جربوه بعد عدكم ثلاثة ايام فاستغلوها يا بورا الاكل اللي كنا والرمان بنس معه والنومي وكل هاي الامور كانت اليوم كلش طالعة حلوة طبعا البوفي نفى 14 ألاف بس هكنا بخمسين انا نكون واحد ممكن يكون هكنا بخمسين انا نكون واحد رح يثمانا نقدر نتنفس حبيبي سيوف اليوم كلش فراحة بشوفتك خلينا نعيدها دائما كل الهلب برهم وكل الهلب حمود عبي في اليوم حمودك هلها معلس قاعد لي انا بس اريد برهم ينزل على رئاسي رئاسي حمود قاعدة رئاسي قاعد بالبوكس ان شاء الله تونستو ايانا احنا كلش تونسنا مادر اذا انتم تونستو اكتبونا انتيت سألهم شي دي شما سألتهم على الخميعة على الخميعة بس المحمودي ما لا لا بس رح اقولهم انتظرونا ان شاء الله ان شاء الله مشروع حلوبين وبين سيوفي اكتبونا تعليقاتكم مقترعاتكم ساعة ثلاثة بالليل درجة الحرارة 25 جاء كلش حلول يلت القدر ان شاء الله يا ربي من المغفورين اللي هم بهذا الشهر اشوفكم بفلوغ لاف السلام تحياتنا والذي يحب يتابعي ومياتي هذا سنابي وهذا انستجرامي ولا تنسون لايك وشير والله يزيد الخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة